وفي إطار محاربة الجريمة العابرة للحدود تمكنت عناصر مصالح فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الولايية للشرطة القضائية بولاية عامة بالتنسيق مع مفاتيشية تقسام الجمارك من الإطاحة للشبكة الجرامية وتفكيكها وتوقيف جميع أطرافها العملية مكنت من توقيف الشخصين تتروح عمرهما مبين 37 و40 سنة وحدز كمية معتبرة من المخدرات تفاصيل هذه العملية في ميكروفون بوراسينا مصطفى دخاوي تمكنت عناصر مصالحين لفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولايية للشرطة القضائية بالتنسيق مع مفاتيشية أقسام الجمارك الجزائرية بالنعمة وعلى إذن معلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال استيراد ونقل المخدرات من المناطق الغربية الجزائرية باتجاه الوسط الجزائري واستغلالا للمعلومات تم إعداد خطة محكمة قصد الإطاحة بهذه الشبكة وتفكيكها وتوقيف جميع أطرافها العملية مكنت مصالحين من توقيف الشخصين تتروح عمرهما بين 37 سنة و40 سنة وحجز كمية معتبرة من المخدرات كيف نعالج المقدر وزنها الإجمالي 257 كيلوغرام مبالغ مالية مقدرة من عائدات هذه السموم ومركبة مستعملة في هذه العملية تم إنجاز ملف قضائي ضد المجتبى فيهما وتقديمها أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة النعمة اشتركوا في القناة